نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت الأربعاء الهواء مباشرة ليمتع قلوبنا ويبهج عقولنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي أحياكم الله شيخنا أهلا وسهلا حياك الله وبيعك ولدي نرحب عزيزي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواسس الذي يظهر لكم على الشاشة نخص شيخنا السواء التفاعلي السواء التفاعلي يقول حدثنا عن تجربتك في القراءة في غير تخصصك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه مولا أما بعد نتمنى من الإخوة المشاركين والقراء والمستمعين والمتابعين أي مكان أن يفيدون بتجاربهم الخاصة في مثل هذا وهذا سؤال أظن أنه ينطبق على الجميع بالذات من كان لهم دراسات تخصصية مجالات متنوعة ثم هم يقرؤون في غير تخصصهم نريد كتجربة هل كانت القراءة في غير التخصص مثمرة مفيدة أو لا وضحت أخونا عبدالوهاب يقول وجدتها مفيدة في توسيع الأفق جميل وممتعة وتقطع السآمة وأظن أن كل من يحب التنويع عن القراءة قد جرب القراءة في غير تخصص طيب وحدة وحدة ولدي أو شقة وجدتها مفيدة معنى أنه استفاد من هذه القراءة والإفادة هذه ترجع لي كل واحد وتحصيله العلمي طيب واحد ثم إنها قال ممتعة تطرط السآمة وممتعة هذا قد يكون من الأغراض التي يحث على القراءة في غير التخصص أن تطرط السآمة عن القراءة في كتب التخصص وهذا وارد فالإنسان يحتاج أن يغير الجو يعني تغير جوه فلو كان تخصصه مثلا الفقه يحتاج يقرأ مثلا في التاريخ في الأدب في اللغة في العقيدة ممكن في التفسير يقرأ في غير التخصص واضحة لكن إيش الثالث شيء قال الثالث قال واضح أن كل من يحب التنويع من القراءة قد جرب القراءة في غير التخصص ممكن ممكن طبعا أولا ترى لو واحد يقرأ في آداب طالب العلم وتعرف إرشادات تأتي إرشادات من كثير من ما كتبوا في الباب في قضية القراءة وقضية القراءة دام يركزون على أنهم لا يشتد ذهنه فيقرأوا كتبا أخرى غير في وقت تحصيله للعلم وليبقى على ما هو عنده من الكتب هي الحقيقة هذا الأمر راجع إلى اختلاف التكوين الذهني عند الطلبة بعض الناس سبحان الله التكوين الذهني واسع يعني يحتمل قراءة أصلا في نفس الوقت يطلب أكثر من فن تحصيلا وتدقيقا وحفظا ودراسة مع ذلك هو نفسه يستطيع القراءة في كتب أخرى غير تخصصية ذهنيا يستطيع بعض الطلبة ليس كذلك ليس عنده قدرة الذي يحصله ها هنا يا الله يتخارج معاه يعني ما يستطيع لو تقول له ربما تقرأ يعني في كتب أخرى غير التخصص يقول لك والله أنا ما أستطيع أنا يالله أجمع ما عندي من القراءة في كتب التخصص وشيء من ذلك وهذا يحتاجه بعض الباحثين هي الإشكالية وإن كان بكما يودي أحيانا ربما كانت القراءة في غير كتب التخصص مشتتة مشتتة بحيث أنها ليس لأجل أن تطرد السعامة كما قال أخونا في المداخلة ومشاركة هذا غرض حسن جميل لو كان كذلك عند من يضبطه وإلا ربما كان أحيانا القراءة في غير التخصص هي تستوعب الوقت الأكثر وتستغرق الذهن أكثر كد الذهن يصير فيها من كد الذهن أكثر من الكد الذهن في الدراسة والبحث التخصصي وهذه أشكالية كاملة يعني يصير ما يقرأ بعد كده اللي في قراءة التخصصي يرجع هو مكدود الذهن وتعبان طيب هذا ما سهرت تنشيطا ولا عانتك على القراءة التخصصية وهي أشكالية أخرى عندك أشكالية ثانية أولدي الاستغراق وحيانا القراءة في غير التخصص تعطيك ملل من القراءة التخصصية من ناحية إنك أنما سبحان الله تظهر إن استفدت والله في هذه القراءة أكثر من القراءة في سارة في التخصص فلما تجي الثمر أكثر وأعلى وأجمل وأريق بالنسبة لك بطبيعة الحالة تستدبر زد على ذلك أن القراءة في التخصص تحصها نوع من الإملاء يعني شيء ثقيل أنك ملزم به دائما الأشياء الزامية تجي فيها ثقل بخلاف هذا هذه حرة ما حتى يسألك عنها تجد راحة وانشراح وتمشي وتستبروح ما هذا شيخ أن الطلابين واختبارات ينشطون القراءة في كتب غير الكتب المقربة عليه هذا من الحاجة يعني أوقات الاختبارات من المعلوم أن وقت قليل جدا سيكونوا لابد يضغط نفسه على ينشطون في قراءة غير التخصص بكثير يعني في الكتب الأخرى أو شيء من ذلك سبحان الله هو ربما كان الهم الذي استجمحه لأجل القراءة في التخصص ربما كان هذا الهم يحتاج إلى تصريف فصرفه في القراءة غير المتخصصة إذا تجد سبحان الله كذا الإقبال هذا موضوع الإقبال يحتاج السؤال ثاني ليش الواحد يجد نفسه يقبال مقبل في أيام الاختبارات وغير مقبل في غير أيام الاختبارات يعني إيش اللي يحصل عند الناس هذا يحتاج السؤال ثاني إذا حطه في ذهنك ولدي يوم الأيام تطلع علينا سؤال التفاعلي القفق أنه هذه هي ترى المحاذير تخجد بعضهم يحذر من القراءة في غير التخصص في أوقات البحث لأن أوقات البحث مثلا أصحاب الرسالة العلمية الحقيقة من كانت قراته في غير التخصصية مثمرة له بإفادات عالية في تخصصه فهذا هو المستفيد الحقيقي أما لو كانت أجنبي عنه تماما بابه آخر تماما هي الذي يحتاج إلى أن يتنبأ لها شيخنا هذا تنبه مهم أنه أحيانا بعض التخصصات هي ليست تخصصة لكنها متعلقة لتخصصك تعلق قوي تحتاجها لابد يعني تمام هذا ما أقول لك إذا كان يستطيع إذا كان مثلا قراته أبحاثه في أصول الفقه ودراسته فيها ثم هو يقرأ مثلا في جانب الحديث في التفسير في الفقه سيجد فيها إثراء لما عنده من أصول الفقه سأخبر الأولدي لأنه وصل علم الأصول متسلط على هذه العلوم كلها قاضي عليها كلها بالفهم حسن الاستنباط وشيء من ذلك سيجد يعني ارتباط كبير بينهم لكن لو راح مثلا قرأ في كتب الأدب مثلا بعيدة عنها أو كتب التاريخ بعيدة عنها تماما هي هذه اللي ممكن ما يستطيع عندهم معلومات وجيرها لخدمة البحث التخصص شيء من ذلك كانت شيخنا هذه المشاركة يتيمة اليوم الوحيدة والله يا ولدي نحن الصراحة يعني نحن الإخوة وأنا عبر هذه المنصة ترى السؤال التفاعلي تراه لكم يعني الأصل فيها أننا نحن نطلب من الإخوة خبراتهم ماذا فعلوا ماذا صنعوا نستمطر منهم ترى ما قاموا به يعني ما تحتاج لك الذهني ولا في مراجعة كتب هي مجرد أعطونا تجاربكم لمن له تجربة في ذلك أو سمع عن تجربة يحدثنا بها مثلا القصد أنه يعني نستفيد نحن منها ويستفيد الإخوة المشاركين ويستفيد الإخوة المطالعين لأنه شبحان الله بعضهم لا يطالع ترى إلا مثل هذا السؤال التفاعلي والإجابات عنه والتعليق عليه فقط ولا الباقي الخطماء لأنهم جانب ثرائي يجعلهم من الجانب الثرائية التي هي في الحلقة وجزاء الله خير فارجوا من الإخوة أنهم ما يبخلوا علينا بتجاربهم لأنه هذا السؤال منهم ولهم يعني يتكرموا به على المداخلة والإجابة وشيء من ذلك وهو يعني مرة واحدة في الأسبوع يعني كل سبت تقريبا هو هذا السؤال التفاعلي ما هذا ترى مع يعني إغفالهم للسؤال اللي هو يأتي يوم الأربعاء اللي هو سؤال الجمهور هذا اللي على الواس اللي هو مخصص في الرقم مخصص الحلقة نتمنى أن يكون فيه نوع من الإثراء لهذه المنحيين جانب السؤال التفاعل والمشاركة فيه بالمداخلات وكذلك بالأسئلة الأخرى وفقه بالله الجميع نبدأ بسم الله هذا يا ولدي عندنا اليوم نبدأ ببحث نفيس عالي يعني هذا من الأبحاث الباذخة التي ظهرت ترى قديما وهذا البحث يا ولدي وأمثاله لو أن الذين قاموا من بعد ذلك جاءوا على أنهم إسلاميين ويتكلمون ما بالروايات التاريخية التي وقعت في عادة الصحابة من الخصومات والمنازعات والفتن وشيء من ذلك لو كانوا قرأوا فقط شف هذا الكتاب هذا لوحدهم لكفاهم في توجيههم الوجهة الصحيحة وضبط مسار فهم ماذا حصل بالضبط في الصدر الأول هذا البحث قديم طبعته الأولى يا ولدي كانت قبل 35 سنة هذا عندنا بين يدينا الآن طبعا رابع له كان ظهر فيه مجلدين وهو بحث نفيس وباقي على أصالتي شوف هذه ميزة البحوث العصيلة البحوث العصيلة المتميزة النفيسة طالب العلم يحتاج قراءتها لأن أصالتها ذاتية تبقى فيها حتى لو تقدم البحث حتى لو تقدم العمر حتى لو تقدمت القراءة بالنسبة له ونحن دائما نشير إلى البحوث العصيلة والسبب حتى يلتفت لها المحصلون والباحثون طلبة العلم والذين يريدون التدقيق في بعض القضايا وشيء من ذلك ثم منها ينطلقون إلى قراءات أبحاث كل ما شئت فيبقى البحث الأصيل كقاعدة راس خيستطيع الانطلاق منها بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد محزون أحد علماء المغرب المؤرخين وله دراسات في السنن عموما السنن الاجتماعية وغير الاجتماعية واطلاع واسع رجوع إلى المصادر كبير مهتم جدا بقضية التوعية الذهنية صاحب عقيدة نقية وفقه الله كتاباته جدا تذكرك بالسلف الأوائل من ناحية التقويم منهج وشيء من ذلك ولهذا شو اختار هذا العنوان وهو في موضوع تقويم كيف نقرأ ما وقع بين الصحابة قراءة على ما كان عليه السلف الأول لأن السلف الأول تلقوا هذه الروايات بل كان بعضهم معاصرين كالصحابة المعاصرين للفتن ثم جاء من بعد التابعون وكان بعضهم معاصرين وبعضهم بعد ذلك جاءوا ورؤوا هذه الروايات كيف تعاملوا مع ما وقع بين الصحابة لأن الذي حصل بعد ذلك تشويه لما سار بين الصحابة رضي الله عنهم وعصر الصحابة هو العصر الترجمان للنصوص الشرعية للكتاب والسنة فلما يقرأ أحد في الروايات المزورة لتاريخ الصحابة رضي الله عنهم فيقف على شيء مهول يخالف حقيقة ما وصف به الصحابة ويخالف حقيقة ما جاء عنهم ثناء في القرآن والسنة والصحابة رضي الله عنهم والحقيقة غير ذلك لأنه حصل تجوير وتدليس وكذب وأشياء ودخل فيما دخل من الروايات وهذه الروايات التاريخية دخل عليها من جهتين من جهة ترى السند ظهر الكذابون ووضعون وشيء من ذلك وأصحاب الأهواء والشيء الثاني من جهة الصياغة أصلا المتنية ورواية هذه التاريخية التاريخية لموقع بين الصحابة أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور سادة الدكتور محمد المحزلون وفقه الله في هذا البحث الذي سماه وهو رسالته العلمية الدكتوراه سماه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين وفقه الله طبعا أصل المكان التطبيقي سيكون عندنا أخذ الروايات من تاريخ الإمام الطبري الكتاب المشهور المعروف تاريخ الأم والملوك الرسل والملوك وهذا الكتاب مشهور سيار معروف الإمام الطبري استخرج منه قرابة 300 رواية تاريخية تتعلق تربي الأهد الصحابة خاصة من وقع بفتنة فيما بينهم وجعل هي محل الدراسة لكن لم يقتصر عليها ومع ذلك رجع لكتب تاريخية أخرى وأيضا رجع لكتب السنة العصيلة في هذا الباب وبدأ يعمل على الروايات التاريخية قواعد أهل الحديث في هذا الباب وهي قواعد منضبطة في كل المجال سواء منضبطة من جهة الإسلام المتن وفهم المتن وإقامة المتن ولهذا خرج لنا بهذا البحث الجليل العظيم الذي سمه تحقيق وهو على اسمه اسما وصفا مواقف الصحابة فتنة يريد أن يقول لأن بعض الطوائف كالرافضة وغيرهم ثم جاءوا في العصر الحديث المستشتقون وأذنابهم من أصحاب المدارس العلمانية وغيرها يتبنوا مواقفهم وأن الصحابة الرعي الأول كانوا يعني كانوا مثلهم مثل غيرهم سواء مثل نزاع الملك وطالبين الجاه وغيرهم المقتتلين على السلطة نفس المنازعات كما تحكى في القصص والحكايا قاصة المستشدقين يقيسونهم على ملوكهم ومبراطوري وصالاتينهم اللي كانوا قديما المقصود قام الأخونا الحبيب فضلي الشيخ الدوري السيد محمد محلود بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة بحث قدم مقدمة متازة ثلاثة أبواب الباب الأول جعله مثل الباب التأصيلي والتقعيد لهذه القضية يحتاج النظر إليه كل من أراد أصلا الولود في القضايا التاريخية عموما خاصة ما يتعلق بالصحابة يعني رضي الله عنهم هذا الباب الأول عندنا سماه قضايا في المنهج وهو صادق والمقصود منهج منهج قراءة والاستفادة من الروايات التاريخية هذا هو المنهج جعل الفصل الأول كلهم في هذه القضية عوامل تحريف التاريخ الإسلامي ما هي العوامل اللي حصلت عندنا منهج الدراسة كيف يكون أصله ثم قضية خاصة بدراسة تاريخ الصحابة لابد حان نظر لأن تاريخ الصحابة يختلف عن من جاء بعدهم ثم بعد ذلك في نفس الباب الإمام الطبري وتاريخه عقد الفصل الثاني خاص بترجمة الإمام الطبري وركز على قضايا مهمة في هذه القضية وهي قضية اتهامه بالرفض ودافع عنه والإمام الطبري على طريقة السلف في الاعتقاد رحمة الله عليه والفصل الثالث خاصة بكتابه اللي هو التاريخ موارده منهجه أهميته كيف سار خاصة لو قيل كيف يروي الطبري مثل هذه الروايات وفيها ما فيها السبب أنه كان على طريقة المتقدمين في رواية الإسناد الوقاع اعتورت بالإسناد ثم الإسناد هو الذي يحكم له هو لا صوت تحتك النظر لكن ما جاء بعد ذلك ما كانوا يعرفون الإسناد وأجاب عن هذه القضايا الباب الثاني والثالث على القضايا التطبيقية الباب الثاني خاصة بالفتنة الأولى التي حدثت في عهد عثمى رضي الله عنه في مقتلي والثاني خاصة بما حدث بحادة علي رضي الله عنه وما حدث فيه من الفتن أما الثاني قسمه الباب الثاني الفتنة الأولى وهي طبعا قسمه إلى ثلاث وصول تعرف بالفتنة المرد بها والتحقق من السبائية هنا تعرف بعبد الله بن سبا اليهودي وهذا أفاض فيه الكلام وجاء إلى من أنكروا وجود هذه الشخصية واستقرى كتب ترى الرافضاء والمستشرقين ومن تابعهم ترى من المعاصرين أيضا وأجاب عنها كله أن أتى بنوع يقوم من الاستقراء يثبت من كتب حتى هذه الطوائف من يثبت وجود شخصية هذه والقضية معروفة أصلا وفرت بالتصنيف ثم عرف ذكر الفتنة وعاملها التي كانت في عهد عثمان بعد ذلك تكلم في فصل خاص عن عثمان رضي الله عنه ولكن خصه بمبحث مهم وهو ما أخذ عليه رضي الله عنه والرد والدفاع والذود عن حياضه رضي الله عنه في هذا الباب وقد أحسن وأجاد فيه غاية ثم بعد ذلك ظروف المقتل والفصل الثالث الفتنة في الميزان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه في ميزان الوحي وفي ميزان الصحابة والتابعين كل ذكر مواقفهم رضي الله عنهم جميعا الباب الثالث الفتنة الثانية وهو ما وقع لعلي رضي الله عنه ووجود الخوارج تكلم أوه في فصل أول بيعته الصحيحة التي حصلت له وسياسته ثم أثر السبائية في هذا الباب أيضا بعد ذلك يأتي الفصل الثاني للقصاص من قتلة عثمان هذا جلاه في المواقف التي اختلف فيها الصحابة ما بين من يقدم أخذ القصاص من قتلة عثمان وما بين المتريث حتى تسكن الأموه وما بين المعتزين لفتنة تمامهم أكثر الصحابة وقد جل هذا الموضوع جلاء واضحا وفقه الله ثم الأخير الفصل الثاني مثيروا الفتنة ووقف عند القراء وسيرورتهم مع الخوارج وكيف قاموا وقضية التحكيم والكلام عنها ونتائج البعض الكتاب يا ولدي باذخ في مراجعه في تأصيله في سياقاته وفقه الله ولا يكاد يوجد إشكالية ذهنية في هذه المرحلة إلا وأجاب عنها جزاه الله خيرا طبعا الكتاب كان في مجلدين لكن الآن هذا الأخير الرابعة في مجلد الكتاب تطلع في مجلد واحد الكتاب من صدرات دار السلام لنشر التوزيع بمصر وفقهم الله هذا يا ولدي أيضا من الأبحاث النفيسة وهو وفقه الله له عناية غاية بموضوع تتبع السنن بالذات السنن القرآني أما ورد في القرآن من السنن مما ذكر الله عز وجل لأن عادة السنة الثبات والمتابعة والاضطراض وإلا ما حصلت منها الاستفادة والمحاكاة والاستفادة من الوقاع فالله عز وجل مثلا يذكر لنا سنة الأمم السابقين وما وقع لهم ليش لأن نفس الأسباب تتكرر في الأمم ما سيأتي من الأمم ولهذا نأخذ العبرة والعبرة منها والهذا وإن فعلوا كذا فإن فعلنا كذا كما فعل أولئك كذا سيكون هذه العقوبة هذه سنة الله في من يفعل كذا وكذا وإن فعلنا كذا فهذه الطريقة ولهذا سار من المهم جدا دراسة السنن ليجل ما فيهم الثبات طبعا سنن كثيرة سنن فطرية سنن كونية سنن طبيعية سنن اجتماعية كثيرة سنن عندنا أخونا الحبيب فضلة شيخ الأستاذ الدكتور محمد المحزون أراد في هذا الكتاب أن يجلي سننا وجدها من المهمية بمكان ليخرجها للناس ويتكلم عنها وهي ما وضعه الله في فطر الناس وطباعهم مما سار يسمى فيه تعاملات عموما وفيه تصرفات مما سار يعرض بالقضايا الاجتماعية وسماه السنن الاجتماعية في القرآن الكريم وعملها في الأمم والدول دراسة تأصيلية تطبيقية على الأمم المسلمة والغير مسلمة جاء وأستخرج من القرآن قضايا مما يتعلق بالسنن وجاء ودرسها وقد فصلها إلى ثلاثة أبواب أما الباب الأول وهو الباب التأصيلي والتقعيدي لهذه القضية والذي أخرجه في هذا المجلد الأول وسماها هنا شوفه القسم النظري التأصيلي الباب الأول فيه كلامه عن موضوع السنن والسنن والمراد بها وتعريفها وخصائص السنان وضوابطه وشيء من ذلك إن شاء الله بالأخوة شوف هذه الفصل الأول ما يتعلق بهذه السنن هذا الباب الوحد يحتاج إلى قراءته كثير من الناس حتى من غير متخصصين لأنه هذا يجعلك تنطلق انطلاقة صحيحة من الاستنباط من كلام الله ورسوله ومعرفة ما ينبغي أن تعرفه من مما حكاه الله عز وجل من هذه السنن الثابتة تعريفها شوف دراستها أهميتها علاقتها بالوحي هذا السنن ثم بدأ أنواع من السنن مذكورة في القرآن السنن الطبيعية الاجتماعية التاريخية خصائص هذه السنن والكلام عنها وقس على ذلك ثم بعد ذلك شيخنا سماه مدخل العلم السنن هل يصلح أن يفرد هذا؟ كدراسة؟ يفرد حتى ذاته يخرج عن الكتاب بحيث ينتشر والله أنا كنت سأتي لك بقضية يعني مهمة لكن استنى لا تأمهني أمهني شوية الباب الثاني بعدما انتهى من هذه القضايا التأصيلية والتقعيدية وهي مهمة جاء بعده باب الثاني وجعله السنن الاجتماعية العامة يعني العامة يعني تقع للمسلمين وللكافرين ثم الباب الثالث خاصة بالسنن الاجتماعية الخاصة خاصة أول ما بدأ بالسنن الخاصة بالمؤمنين ثم بالسنن الخاصة بالكافرين خاصة بهم يعني لا تقع هذه لهذه ولا لهذا وضحت الفكرة بدأ بالسنن الاجتماعية وبدأ يتكلم عن كل سنة يعني كل سنة من هذه السنن يفردها كما ترون بفصل يجعل مثلا الفصل أول سنة الابتلاء والابتلاء يقع للكافرين ويقع للمسلمين لكن يبدأ يفصل فيها الابتلاء وما المراد به في القرآن الذي جاء به وأن هذه ترى تقع للجميع وشيء ويفصل شوف صوره هذا الفصل سنة التغيير سنة التدافع سنة الفطرة سنة الإكرار سنة المداولة هذه مجموعة من السنة كل واحد يأتي يفصل منها ويفصل فيها الكلام والسنة الخاصة بعد ذلك الباب الثالث نفس الكلام شوف يا ولدي بعساني باني لأخوة بعد أن ينتهي عادته وفقه الله أنه إذا جاء إلى مثلا هذا سنة الاستخلاف العام سنة الاستخلاف العام يصدره بآية كل سنة يصدرها بالآية التي محل وعد ذلك يبدأ يشرح لك هذه القضية هذه السنة الغاية من الاستخلاف المراد بها قضايا معينة تعلق بالاستخلاف بعد أن ينتهي من ذكر هذه السنة يأتي لك بمثل هذه الخريطة الذهنية الخريطة الذهنية هذه تنقسم إلى عمودين كل تأتي السنة هنا يذكر لك شروط هذه السنة وهنا يذكر موانع هذه السنة وضحت الفكرة طيب هذه يا ولدي اللي هذا وقع في المجلد الأول ذكره إجمالا يعني الباب الثاني والباب الثالث ذكره إجمالا وهي كنظرة تأصيلية لأنه أراد به يكون تأصيل القضية لكن بعد ذلك وهذا من جميل ما صنع جاء إلى الباب الثاني وخصه بمجلد كامل هذا المجلد الثاني يختص بالسنن الاجتماعية العامة هذا التطبيق العام الآن بين المسلمين والكافرين وفصل فيه ما شاء له يفصل ويستدل ويذكر الأمثلة وها هنا أيضا في هذا المحل فيه الإسقاط على الواقع والمعاصر والقضايا المعاصرة وهذا من المهم معالجة الآن النظرة نحن نحتاج مثل هذه النظرة التأصيلية لأجل بيان الكشف عن الواقع وكيف يمكن للواقع المعاصر نحاكمه إلى هذه السنن الإلهية التي عندنا طبعا هذا المجلد الثاني مسمى قسم التطبيق السنن العامة وهي على نفسه نفس المذكرون لكن جملة المذكر هنا تفصيلا كل واحد وهو أرقام وحصاءات وأشياء ليذكر لك النتائج يعني أرخ القلم وفصل فيها المجلد الثالث من هذه السنن خاصه بالسنن الخاصة اللي هي خاصة أو قسم خاص بالسنن بالكافرين وقسم خاص بالسنن الخاصة بالمؤمنين بنظرة تفصيلية وفيها نوع من الكشف عن الواقع المعاصر وفقه الله الكتاب في ثلاث مجلدات من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله شيخنا من الجميل أنه يعني يذكر القصة التاريخية المتعلقة بهذه السنن سواء من أحواله الملوك المسلمين وغير المسلمين القبل الإسلام في التفصيل يذكر حتى المعاصرين نماذج من هذا يعني الكتاب وهذا مثل المثقفين يحتاجونه الباحثين وحتى المعاصرين وغيرهم كتاب جميل جدا أسلوبه جميل أخاذ يعني هو يترك الصعوبة يعني على خلاف عادة المغربيين عادي يسامحون أخوانا المغاربة هذا سلمك الله شوف هذا البحث مثلا شوف 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 هذا البحث مثلا وفقه الله هو يقول جاء إلى قضية مهمة القضية هذه المهمة لها أثر كبير في تكوين الوعي المسلم والخلفية المسلمة ثم لها أثر خطير على العقائد المسلمين وهي قضية المصطلحات المصطلحات جاء في القرآن عدد كبير من المصطلحات وفي السنة النبوية مصطلحاتنا نحن الشرعية ننطلق منها من معاني هي أوعية هي مصطلحات لكن لها وعاء له معنى تحمله شرعي لها مراد لله ورسول فيها اللي حصل عندنا أن هذه المصطلحات من الأشياء التي تلوعب بها صارت مفرغا معانيها الشرعية تماما مفرغا معانيها لما فرغت معاني شرعية أبدلت بعد ذلك بمعاني أخرى يعني الآن فرغت معاني شرعية فلما فرغت منها فرغ المسلمون من العمل بنقتضاها ما سارت لها ما سارت توحي إلى عمل معينة واستبدلت به عاد بمعاني أخرى تغريبية علمانية النصران أيما كان المعاني كثيرة جدا وقضايا التغريب كثيرة في هذا الباب خاصة في المصطلحات يعني التي فرغت معانيها الشرعية نحن نتكلم الآن لأن المصطلحات المستحدثة عندهم سيأتينا كتاب له إن شاء الله في بيان خطورتها وسمى بحثه الطويل الكبير وهو من أوسع مؤلفات الشيخ سمى المصطلحات في القرآن الكريم المعاني والدلالات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمحزون العالم المغرب المعروف الكتاب ستة مجلدات شفت لاحظ ستة مجلدات يقول جمع ما يقرب من مئة وخمسة وسبعين مصطلحا ثم هو رتبها بعد ذلك حسب الحروف الأبجدية بحرف الآلف بدأ ثم حرف الباء وانت ماشي شوف لاحظة ولدي هذا مثال عشان نبدأ عشان نصور هذه بداية الحروف الترتيب عندنا بدأ بحرف الألف جاء عند قضية أول مصطلح مصطلح الإيمان داما إذا جاء عند المصطلح يذكر لك معناه في اللغة ثم في الاستلاح ثم الحالات مثلا منه لكن بعد ذلك يبدأ إلى بذكر الآيات التي ذكرت خلينا نروح مثلا هذا شوفها هذا مثلا مصطلح الإثم نحن ما زلنا في حرف الألف نشوفه الأخوة مصطلح الإثم معناه في اللغة في الاستلاح ثم إيش يقول لك مكتوب هنا معاني الإثم ومشتقاته في القرآن الكريم على كم معنى أطلق قال لك المعنى الأول العية الفلانية المعنى الثاني على معنى الحرام المعنى الثالث على معنى كذا فيجمع لك كل المعاني مع الآيات الدالة عليها فلما ينتهي من جمعها إيش يفعل هنا يذكر لك المعاني والدلالات التي دلت عليها هذه في اللفظ المصطلح الوحي المذكور الآن لمحل الدراسة الآن كله يجمع لك ولهذا هو قال لك والكتاب على هذا المعاني ولهذا هو قال لك المعاني والدلالات وهي القصد حتى تعرف أن هذه المصطلح لها معاني في كلام الله عز وجل ترى هذه معانيها وعلى ماذا تدل تدل على كذا وكذا وفق الله الكتاب ست مجلدات ولدي طبعا هذا الأول الأخير أنا جبته بالعاني عندي العادة ما جبت بالأخير لأجل أن فيه أمرين مهمين أو أمرين مهمين الأول أنه في الخاتمة ذكر فيها خصائص المصطلحات الربانية وذكر أربع من هذه الخصائص مهمة جدا تجدها في ما تجدها أثناء الكابلة تجدها هنا في الخاتمة وأيضا ذكر ضوابط لأجل فهم المصطلحات القرآنية على ما هي عليه على ما ينبغي ثم لما انتهى من الخاتمة هذه هذا ولدي مبحث مهم حتى يهتم به أهل التفسير وأهل اللغة وهو بيان الفروق الحقيقية التي في المصطلحات القرآنية وشوف سماها الفرق بين الألفاظ في القرآن الكريم المتقاربة في سياق اللفظ غير المترادفة في المعنى وبدأ يذكر لك الفروق بينها ثم واقع استقراء للمصطلح كما ورد في القرآن الفرق بين النبأ والخبر الفرق بين الفوز الكبير والفوز العظيم والفوز المبين إيش الفرق بينها الفرق بين الخوف والخشة والوجل الفرق بين القرية والمدينة فالفقير مسكين بين المشي والسعي سبعة عشرة مصطلحا ذكر الفروق بينها لما اتهى منها أيضا ركز أو على قضية واحدة أتى بها وجعلها في الملحق الثاني وهو بيان العلاقة بين مصطلح التقوى والبر والإحسان ثم بعد ذلك وجه المفارقة الكبيرة بين البر والإحسان والتقوى وبينها وبين الإثم والعدوان وهذه المصطلحة كلها مذكرة في القرآن أيضا وفقه الله والكتاب وكما قلت لك مطموع في ستة مجلدات من إصدارات دار ابن كثير نسأذنك شيخا من داخلة معا الأستاذ الدكتور محمد أمحزون وستدى التعليم العالي بمكناس حقيقة الله دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك دكتور محمد الله يبرد فيكم الله يحفظكم أنا سعيد بهذه المداخلة وباللقاء معكم في هذا البرنامج الماتع وأسأل الله عز وجل أن ينتفع المشاهدون بما يبث فيه من علم النافع الله بيض ورحمة الله دكتور محمد عرض الواد مجموعة من كتبك المبارك ما شاء الله وأثنى على كتبكم خيرة حدثنا عن كيفية انتقائك للمواضيع التي تكتب فيها وكم مصدر لك حتى الآن بالنسبة للكتب أنا في البداية كانت أخصصي في التاريخ نعم صحيح فألفت في التاريخ فألفت مصنفات في تاريخ الإسلام ومصنفات في التاريخ الحديث ما شاء الله فالتاريخ كما تعلمون هو ذاكرة الأمة صحيح والقناة التي أوصلت إلينا هذا الدين جملة وتفصيلة لكن ينبغي الاهتمام بالتاريخ صحيح تاريخ مهم جدا لأنه يبرز خصائص هذه الأمة وأصالتها وخيرها على درب الإسلام الذي نجده في الاختتاب والسنة ما شاء الله أبمساك الله بالخير يا دكتور محمد الله يحفظكم ويبارككم فيها شيخ نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرب بذلك وأنت قامة علمية مغربية يعني جزاك الله خير عرفناك من خلال مؤلفاتك واليوم أول مرة ترانا نتقابل ونراك بيض الله وجهك حفاك الله حبيبنا الله يحفظكم ويبارك فيكم جزاكم الله خير بارك أنت يا شيخ محمد ذكرت أنه لك مؤلفات في التاريخ المعاصر والتاريخة لكن هل طبعتها يا شيخ ولا قديمة كيف يعني لا مطبوعة مطبوعة أنا أذكر لكم بعض مؤلفاتي في التاريخ الحديد هناك كتاب المدينة المنورة في رحلة العياشي العياشي هذا رحل مغربي رحل إلى المدينة معروف في القرن السابع عشر الهجري صحيح معروف فألف رحلة متميزة نفيسة يتحدث عن الجانب الطوبغرافي والعمراني والسياسي والاجتماعي في المدينة صحيح فقمت بتحقيق الجانب الخاص في المدينة المنورة وأخرجته في كتاب عنوانه المدينة المنورة في رحلة العياشي وهو مطبوعة ما شاء الله ما شاء الله جميل طيب يا شيخ عرضنا رسالتك الدكتوراه الماجستير لماذا كانت؟ الماجستير هو في رحلة العياشي أجب وحسن الله ما شاء الله رحلة العياشي جميل أحسن بمناسبة هذا موجود هذا الكتاب موجود في دار طيبة في الرياض يباع في دار طيبة للنسوة التوزيع في الرياض ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك طيب يا شيخ أنا رأيت الآن عرضنا كتابك حق المصطلحات في القرآن الكريم ما شاء الله كبير ستة مجلدات هل في كتاب لك آخر يضاهه في عرض المجلدات ولا هذا أكبر كتاب لك يا شيخ لا هذا أكبر كتاب طيب ما ودك تكتب في المصطلحات في السنة النبوية حتى يكون هذا قرين هذا يعني والله أنا الآن كتابتي الآن منصبة على القرآن الكريم آه ما شاء الله ولذلك بالمناسبة أود أن أبيل لكم بأنني أصدرت سلسلة نعم الدكتور محمد هل ما زل معنا دعال لأس نعم أنا معكم نعم أي أكمل شيخنا تفضل أصدرت سلسلة يا شيخ سلسلة دراسة قرآنية ما شاء الله هي في عشرة كتب ما شاء الله يعني خرجت ولا ستخرج خرجت أنا سأبين لك هذه الكتابة وفيها الآن حوالي ثماني كتب الآن مطبوعة في كتابي الآن تحت الطبع طيب طيب فيها المطلعات في القرآن الكريم وعني للدلالات هذا الكتاب الأول أيوة الكتاب الثاني السنن الاجتماعي في القرآن الكريم وعملها في الأمم والدول ما شاء الله الكتاب الثالث عقيدة التوحيد في القرآن الكريم هو مطبوع منشور في غرب الكثير في بيروت ما شاء الله ما شاء الله جميل الكتاب الرابع الأصول العامة والقواعد الكلية في القرآن الكريم هذا سيأتينا إن شاء الله سنعرف به موجود هذا موجود في نشرته ضرب له كثير في بيرون سنعرفه إن شاء الله نعم في كتاب صفات المؤمنين في القرآن الكريم أيضا هذا من الإصدارات يا شيخ محمد أنت ذكرت السنن الاجتماعية في القرآن وما شاء الله وأفضت الكلام فيها من تناوي تكتب في بقية السنن اللي في القرآن أنا في السنن كثير من السنن في القرآن الكريم تحدد في الدراسة التأصيلية وفصلت فيها من ناحية تطبيقية السنن كثيرة ذكرتها في هذا الكتاب طيب إن شاء الله تبارك الله أنت ما ذكرت لنا يا شيخ محمد كم إصدار لك حتى الآن بنسبة للكتب كلها أي مجموحة كم صدر لك حتى الآن 27 كتاب منشور ما شاء الله الله يبارك طيب أحبها إليك فيه كتاب نفيس أود بيانه الآن وعلم الآخرة في القرآن الكريم ما شاء الله هذا أحبها إليك أنا أرجو من القرآن أن يهتموا بهذا الكتاب علم الآخرة في القرآن الكريم ما شاء الله ما شاء الله طيب جزاك الله خيري محمد أول كتاب أصدرته هو الرسالة العلمية الدكتورة نعم هذا تحقيق مواقف الصحبة في الفتنة هذا رسالة الدكتورة في أغربنا أول كتاب طبع لك لا هو ثاني كتاب طبع لي بعد رحلة العياج آه ما شاء الله طيب يا شيخ لو تبشرنا الله يعافيك خلينا نستبشر نحن نعيش معاك فيما سيخرج لك من كتب إن شاء الله نحن والجمهور بشرنا بعض عمالك القادمة إن شاء الله فيه كتاب تدبر معاني القرآن في الكريم سيصدر إن شاء الله قريبا ما شاء الله تدبر معاني القرآن فيه تدبر المعاني في القرآن الكريم جميل جميل في باب التدبرة وأيضا أود أن أشير إلى نقطة جزاك الله خيراً مهمة بالنسبة للتاريخ الحديث والمعاصر أنا ألفت كتاباً عنوانه تاريخ العلاقات الشيوعية الصهيونية ما شاء الله صحيح في ترجمتك الله عبتك العافية هذا الكتاب يكشف الصلاة بين الحركتين الشيوعية الصهيونية وعلاقتهما الواحدة وعناصر تبينهما المشترك ما شاء الله طيب يا شيخ أنا ودي والله في طلب يعني ودي لو تكثر الكتابة في التاريخ المعاصر ترى نحتاج إلى كتابة نيرة بصيرة تعمل السنن الإلهية في هذا الباب يعني إن شاء الله أنك تكثر لنا من هذا الباب ونجد مجلدات لكن فيه كتاب آخر أود الإشارة إليه وهو في التاريخ لكن مهم جداً في تاريخ الحديد كتاب النهضة بين الحداثة والتحديد هذا سيأتينا إن شاء الله سأعرف بإذن الله قراءة تاريخ اليابان أنا أجريت مقارنة بين مصر واليابان النهضة كانت في وقت واحد لكن اليابان تقدمت ومصر تخلفت لماذا؟ فبيّنت الأسباب أحسنت أحسنت بيض الله جميل نشكرك دكتور محمد على هذه المداخلة الكريمة كتاب آخر كلمة الله عافية أود هناك كتاب مهم جداً منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة الصحيح صحيح سنعرضه إن شاء الله هذا الكتاب تطبيع ست طبعات ست طبعات طبيع ما شاء الله الله يبارك فيك يا محمد بارك الله في جهودكم دكتور محمد الله يفقنا وإياكم للخير إن شاء الله ونسأل الله عز وجل علما ينتفع بي يا رب آمين جزاكم الله خير على هذه المداخرة بارك الله جزاكم الله خير كان معنا لأستاذ الدكتور محمد أمحزون وأستاذ التعليم العالي بمكناس أستاذ أنك شيخنا فاصل نعم فاصل عزيزي مشاهدين ونعود إليكم بإذن الله نتوقوا إلى العلم من نبعه من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خياركم أحاسنكم أخلاقا خيركم أحسنكم قضاءا أي عند رد الديون خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره خيركم خيركم لأهله خيركم من أطعم الطعام ورد السلام خياركم ألينكم مناكب في الصلاة أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة خير الناس من طال عمره وحسن عمله خير الناس أنفعهم للناس خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قالوا قد عرفنا الصادق فما ذو القلب المخموم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد فاحرص على أن تكون من خير الناس تنى الخير المنازل نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا تغذي الخير حيا أهلا بكم متابعين الكرام نجد الترحيب بكم شيخنا أهلا وسهلا حياكم بإياك نواصل شيخنا بدنا مع عرض الكتاب نواصل نواصل مع الكتب النفيسة هذا والذي كتاب أنا كنت أقول لك حتى هذا أصلح مقرر في الجامعات والكليات وغيرها جمع لنا الشيخ الأستاذ الدكتور محمد محلون وفقه الله الأصول العامة التي دعا إليها القرآن مع القواعد الكلية المذكورة في القرآن قسم الكتاب إلى قسمين القسم الأول جعله خاصا للأصول وهي ثلاث أصول أصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل الإسلام وكل واحد جليه ثم بعد ذلك يأتي بطريقة القرآن في جعل هذه الأصول تدور حلياتها لماذا أصول؟ لأنها هي غائية الخلق الخلق وهي دعوة رسل قامت عليها أصلا الأمر الثاني هي القواعد القواعد الكلية التي جاءت في القرآن الكريم في قضايا قسمها طبعا هذه القسمة إلى خمسة أصناف مهمة رئيسية عندنا القواعد الكلية التي هي مشتركات بين الأنبياء وقواعد سماها قواعد الإيمان شو إن شاء الله يباني للإخوة عندنا إن شاء الله تطلع معي والقواعد الخاصة بالقواعد المقاصدية وقواعد هذه المقاصدية إن شاء الله يبانيها أيوة وقواعد مشتركة بين الأنبياء وقواعد عقدية وقواعد مقاصدية وقواعد خلقية وعندنا قواعد تشريعية أو كليات سمياها كليات طبعا كل واحد بعد ذلك سيدكر تحته بهذه الطريقة يأتي إلى كل واحد منها من القواعد الكلية التي من الكليات مثلا الكليات المقاصدية خلينا نشوفها القواعد الكلية في المقاصد هو لما يأتي أولا يذكر لك الكلية يشرحها ويبين لك كيف كانت كلية في القرآن شوف مثلا الإخوة هذا مثلا الفصل الرابع فيه الكليات المقاصدية في القرآن يبهد لها يبين لك أهمية هذه المعرفة الكليات هذه بالذات ثم بعد ذلك القواعد التي جاء ذكرها في القرآن لأجل تحقيق هذه الكلية يبدأ كل واحد طريقة القواعد كل يبدأ القاعدة الأولى قاعدة كذا يبدأ يقول لك ما هي الدلالات معنى هذا القاعدة ويشرحها لك ويبينها كاملة ويبدأ القاعدة الثانية ودلالات القاعدة وإنت ماشي كل الكتاب على هذه القضية ولد هذا الكتاب نفيس غاية يصلح يقرر يصلح يكون في البيوت يقرأ على الدوام حتى يذكر الإنسان بالأصول العامة في الإسلام القواعد التي يتبع لها دائما الأصول لأشياء المرتكزات يحتاج إنسان لأجل تثبيته هو أصلا على الإيمان ولأجل أن يعرف النظرة إلى الآخرين كيف تكون الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله هذا يا ولدي أيضا الكتاب الذي قاله في الدعوة منهج الدعوة وهو كيف يكون منهج الدعوة عند الناس منهجا نبويا على الصراط المستقيم والسبب وجود الخلافات في الجماعات وأهل الدعوة كثير أشياء في هذا الباب والسبب إخفاقاتهم في تتبع منهج الوحي عدم وجود وضوح عندهم في موضوع الدعوة جعلهم يتخبطون في بدائل هي ليست شرعية أبدا ربما عارض الأصل الشرعي ولهذا سمى بحثه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمحزون وفقه الله وقصه ترى بحثه إلى بابين الباب الأول خاصه كاملا بالدعوة في العهد المكي الفترة المكية كل باب تحتار بعض فصول كل فصل يذكر فيه مجال من مجالات الدعوة المهمة وكيف كانت المكتسبات والمعطيات والأصول في الفترة المكية وكيف كانت فترة مدنية جعل شوف الفترة المكية الباب الأول أربع فصول يتكلم كل مجال يجعله في فصل مجال المعرفة مجال التربية مجال التخطيط مجال التنظيم كل ماشي الفترة المدنية نفس الفصول بنفس المجالات ويذكر ما هي الاختلافات والمكتسبات وبهذه الطريقة ويذكر منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيها والصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا الكتاب الحقيقة حافل بالروايات النبوية ومواقف وقصص الصحابة كثير في هذا الباب وفقوا الله مجلد من إصدارات دار السلام بمصر هذا ولدي كتاب صغير كما ترى جمع فيه أربعة أبحاث له وهي الضارة الأبحاث محكمة وشيء من ذلك سماها كده أبحاث في الدعوة والتاريخ والاجتماع لأن هذه هي القضايا التي كتب فيها أما البحث الأول فبعنوان الأزمة في العالم الإسلامي ومنهج التغيير وعرج على موضوع التغيير وكيف كان خاصة أنه جاء التغيير قصري لهم من قبل التغريب والاحتلال الاستعمار عموما الغربي وكيف حدث وكيف يكون منهج التغيير أصلا كنظرة شرعية البحث الثاني الحركة العلمية في بلاد الحجاز في العاصل النبوي والسبب في هذا اتهام الخلافة الأموية بأنه يعني سار فيها أشياء من الحروب وأشياء فهل كان هناك التفاتة للحركة العلمية وإبرازها ونشاط أو لا وذكر أشياء جميلة جدا في الباب وأنهم أصلا كانوا أصلا مهتمين جدا في الباب العلمي المقصود البحث الثالث القرامطة في الخليج العربي ظروف نشأتهم تعاليمهم أثاليبهم كيانهم وذكر أن هؤلاء القرامطة كيف الأصول التي قاموا عليها وماهم غلات أيضا كما هو معروف والغرض الحقيقي من حركتهم هو هدم الإسلام وليس مجرد احتلال بلاد معين أو شيء من ذلك وفق والله الكتاب الذي بعده والأخير الإبداعية الجماعية وهي أظن بحث لأحد الغربيين لكنه هو نعم لجان كلود أبريكو هذا راجعه وترجمه وعلق عليه بما يعني بطريقة الانتخابية التي تنتخذ ما يحجي الكتاب من أصدارات دار السلام ودار ساسا معروف بهذه الأصدارات والدي كده طويلة شوية مستطيلة هذا والدي كتاب ينبغي قراءته لكل أحد والسبب موضوع مهم سيار يحتاج إليه اليوم وفكر داعية باحث ثقف يحتاجه عنوانه ماذا خسر العالم بترك الشريعة الإسلامية عنوان فخم يثير مواجه هذا يثير مواجه طبعا هو لو كان أنه ماذا خسر المسلمون بترك الشريعة الإسلامية لكان واضح يعني ماذا هو يقول لا العالم كله أصلا خسر وليس المسلمون لوحدهم وهذا ما جل لا لهذا لما بدأ يبدأ أخونا الحبيب فضيلة شيخ والستاذ الدكتور محمد محلون هذه الاتفاة عظيمة تدلك على وعي كبير بالسنة الإلهية أول ما بدأ ذكر فصلا فيه ضرورة الاحتكام إلى شرع الله وأهميته وكيف يكون وأنه لا يتجزع والتلازم بينه وبين الفطرة والعقل وأشياء كثيرة تجعل هذا قضية أصلا للعالم يحتاجه أصلا شريعة الله تحتاج إلى العالم كامل الفصل الثاني عرج وأطال الكلام فيه الخصائص الخاصة بتحكيم الشريعة ماذا ذكر عدد من الخصائص فيها الخصائص مجموعة ويشرح حبيل لك العثار المترتبة عليها الفصل الثالث في مقاصد الشريعة اللي يحتاج العالم كله ثم ذكر فصلنا الخاصة حصلوا بالطاغوط اللي هو القانون سمت القانون طاغوط العصر وهو كيف زاحم تحكيم الشريعة بلاد الإسلامية وشيء من ذلك وبعدين الفصل الخامس عندنا ما يتعلق بالشريعة هي الحل وما يتعلق بها ثم أظن في عدد المباحث تحتها وفقوا الله الكتاب اللطيف الحجم كما يرى الإخوة شوف هذا مثل الكفكي الطويل من اصدارات دار السلام لكن يحتاج إلى قراءة حقيقة هذا يا ولدي اللي ذكرها في المداخلة وهو مقارنة بين النهضة التي دعى محمد علي القيام بها ومن جاء بعده وبين النهضة التي كانت في اليابان كلاهما أراد النهضة كلاهما في نفس الفترة لكن لماذا تطورت اليابان وتخلفت مصر هي ترى هذه الفكرة سماها النهضة بين الحداثة والتحديث التحديث اللي حصل في اليابان والحداثة اللي حصلت في مصر سببها أن الحداثة في مصر والتحديث فيها انقلبت من طلب التحديث والتطوير إلى تغريب وصارت تغريب المجتمع وإفساد المجتمع كله دخلت بهذه الطريقة السبب الإخفاقات من أين جاءت والأسباب والعوامل طبعا قراءة في تاريخ اليابان ومصر الحديث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد والأستاذ الدكتور محمد محزون وفقوا الله وهذا أحدى من لا يمل تمسكه يعني ما تتركه من ذلك في جرسة يعني ما تتركه طلاقا الفصل الأول خصه يعني بالسماع كيف سمح لمحمد علي بناء جيش حديث لإضعاف السرطة العثمانية والذكر ذلك وأنه كان أحد أدوات إسقاط للخلافة ثم الفصل الثاني التغريب في النهضة في مصر ثم بالمقابل تأصيل الهوية اليابانية كيف كان ثم الفصل الثالث البعثات الطلابية إلى أوروبا وأثرها الكبير في اللي حصل من التغريب ثم الفصل الرابع خصه من جاء بعدها محمد علي وواصل المشوار وركز على خديو إسماعيل نموذجا وذكر الفترة فيه ثم نهضت اليابان الشام الإصلاحات في أحد الإمبراطور ذكروا كذا وما حدث عنده من عرض من الإصلاحات الكتاب اللطيف الذي جدا فيه شيء من المقارنات التاريخية التي حصلت هذا يا ولدي كتاب أيضا من الكتب المعاصر يحتاج إلى دراسته لأنه نظرة نظرة تقويمية لما سار يعرف بالعولمة والمراد بها طبعا أصل العالمية في الإسلام عالمية الإسلام هي أحد الحضارات العالمية التي عامة البشر انتفعوا منها في شرقا وغربا أي مكان لكن لماذا سار يزاح الإسلام عن المشهد العالمي الكل وحضارته دائما دائما يؤتى إلى حضارة الإسلام وهي محل النقد والذنب والانتقاص وشيء من ذلك أراد أن يجعل مقارنات مهمة في هذا الواب سمع العولمة بين منظورين بين منظورين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمحزون العالم المغرب المعروف الذي ذكرناه مرارا في هذا اليوم وفقه الله طبعا أما ها هنا فقد خص الكلام على المجالات التي دخلتها العولمة وذكر الأهداف منها في كل مجال ذكر أول شيء عالمية الدعوة الإسلامية فصل أول لكن بعد ذلك الاستعمار وأثر في هذه العولمة ثم بدأ في المجالات الفصول البقية مجال الاقتصاد الثقافة السياسة الاجتماع مخاطر هذه العولمة ثم النتائج التي خرج إليها وفقه الله والكتاب في قطع لطيف من إصدارات دار السلام هذا سلء والذي أيضا كتاب لطيف له سمه تشكيل الوعي الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمحزون والمراد به أن المسلم يبجي لكون عنده وعي يقوم على أصول شرعية مع إدراك السنن الله عز وجل في إدراك ما يراد له خاصا هو ركز على قضايا قضايا التغريب عموا وبدأ بقضايا المصطلحات وشيء من ذلك والتغريب فيها وتكلم عنها طبعا تكلم عن شروط تشكيل الوعي وما يراد به في مباحث ثم خطورة الغزو المصطلحي على تشكيل الوعي وأثره في ذلك وذكر بعض المصطلحات اللي هي المصطلح الإقطاع اليمين واليسار الديمقراطية وأثرها في انحراف الأفهام عند المسلمين الكتاب من الصدرات دار السلام في هذا الجلال لطيف هذا ولدي كتاب أيضا لطيف جدا أراد به ذكر خطوط عامة منهجية لدراسة التاريخ الإسلامي سمه منهج دراسة التاريخ الإسلامي والشيخ الأستاذ الدكتور محمد أمحلون متخصص في التاريخ الإسلامي ما شاء الله تبارك الله أنا ما دي لشي دار السلام عدم يصغرون الكتب يعني يعني أنا أتمنى من الدكتور الأمنية أن يجمع هذه الأبحاث يعني في مجلد لأنها أبحاث تحتاج إلى أن تبقى أما تبقى صغيرة كذا يعني ربما كانت يعني لا يلتفتوا إليها بإذا كان صغيرة قد نبأ أول أهمية توثيق منهج توثيق الأخبار أهمية ذلك أيضا في السنة ديوم المتن ثم القواعد منهج تفسير الحوادث والحكم عليها وهذا مهم ذكر خمسة عشر قاعدة لا بد من الاهتمام بها إذا أردنا تفسير الحوادث التاريخية تفسيرا صحيحا تقويميا وللأفصل الأخير فهم التاريخ من خلال القواعد الشرعية الكتاب من أصدارات دار السلام كما ترى كم باقي معنا ولدي تقريبا أربع دقائق أربع دقائق دعني نعم بالله نقول إيش ولا إيش تخلينا في كتاب مهم عندنا هذا هذا الكتاب ولدي عندنا كتاب مهم جدا صاحب أصلا تعنى له غاية جمع فيه بين معرفته الشرعية وتخصصه الشرعي وبين مزاولته لعمل القضاء لعقود وهو قد كان متخصصا في قضايا ديوان المظالم ومحكمة الاستيناف حتى ترقى سار الرئيس محكمة الاستيناف بديوان المظالم بجدة عندنا هنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير وفقه الله جاء إلى قضية يراها مهمة جدا وينبغي التركيز عليها حتى هذا الكتاب يا ولدي هو تعنى له غاية فجعله من نطاق الانتفاع به كبيرا جعله نوكة القضاء وهم بالأصالة المرادين والقانونين ومرادين والمحامين هم تبعصنا القضاء لأن قضية المحامة يتعلق بها فهي أصلا مجالة حتى السياسين يتعلق بهم أيضا وصياغات الأنظمة وشيء من ذلك الكتاب عبارة عن تأصيل لقضية القراءة الصحيحة للمواد التنظيمية أو النظامية المتعلقة بالقضاء أجرى عليه أصول الفقه وكيف يكون أصول الفقه هو الحاكم إنه يضبط لك فهم الصحيح والاستنبات الصحيح سماها أصول فهم النصوص النظامية شوف أصول فهم النصوص النظامية طبعا نحن العادة الدراسات الشرعية تكون فهم النصوص الشرعية صح أو لا هو أراد أن أصول الفقه كيف يكون ضابطة لك للفهم الصحيح والاستنبات الصحيح من المواد النظامية للقضاء شوف دراسة تأصيلية تحليلية والقانون لتأسيس علم حطها كده بين كبيرة هذا سمى هو يقول زي يقول هذا يعني من مبتكراته وهو أول من تعنى له ويقول ولم أرى من جمع له فيه سمى أصول الفقه القضائي مما يحتاج إليه باب القضاء من جهة أصول الفقه وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير رئيس محكمة الاستئناف بديوان مظالم بجدة وفقه الله ألف هذا الكتاب وتعنى له وهو يقول لما يعني هو سبب تألف الكتاب أصلا أخل إليه تدريس مادة التفسير وصياغة النصوص القانونية لما يرجع للمراجع وإذا بجهب وجد فيها إما ضعف وإما قصور وإما ما في شيء يعني ما في شير والغليل في هذا الباب احتاج بعد ذلك هو نفسه أن ينشأ لنفسي مثل المذكرة حتى يسعب على تدريس الطلبة يعني في المرحة المتخصص في المرحة الإدارة فأول ما بدأ بدراسة ما يتعلق بكتب القانون وجد أنه حتى يفهم لا بد يفهم فلسفة القانون فذهب وقرأ مدة طويلة في فلسفة القانون حتى تعرف روح القانون وفلسفة القانون ثم عرّج لذكر ما يتعارج مع القانون صياغة القانون تفسير النصوص القانون كل هذا كل حتى يضبط لأن مسألة المواد النظامية هي مواد قانونية عندنا الآن فهو أراد أن يضبط هذه الكيفية كيف بعد ذلك جاء وضع مزاوجة بين أصول الفقه وبين القانون ليخرج لك بهذا بما سماه التفسير يعني شراكة لفهم النصوص القانونية عن طريق أصول الفقه وهذا الكتاب طبعا أصول عشان نباني للأخوة سنقرأ لكم سنأتي لكم بهذا الفهرس لأنه حقيقة جزاء الله هيرت عنه له هذا الفهرس الفهرس الأول أو الفصل الأول هذا التمهيل يا إخوان دام فيه التعريفات والأهمية والمشروعية وشيء من ذلك علاقة وصول الفقه بالقانون وعلاقته بالقضاء وشيء من ذلك هذا معروف البعد ذلك فصل الأول هذه الأحكام النظامية سماها الكلية هذه هي الأحكام القضائية الكلية النظامية الكلية بدأ يتكلم عنها طبعا تحتها مبحث خاص بالأحكام الخطابية والثاني الأحكام الوضعية والثالث التقريرية وكل واحد منها ترى يأتي بموضوعات مواد من النظام المتعلق بالقضاء وكيف يعمالها في أصول الفقه يخرج لنا الاستنباطات الصحيحة الفصل الثاني خاصة بالأدلة بالأدلة الأحكام القضائية وتكلم عنها الأدلة الأصلية ثم الأدلة المكتوبة وغير المكتوبة النظامية وخص مبحثا مهم جدا سماه سريان الدليل وهذا تعنى له غاية لأنه يختلف له أحوال وأشياء الفصل الثالث خاصه بالدلالات اللفظية وسمها الطرق الداخلية لأنه الفصل الأخير للطرق الخارجية وبدأ بدلالة الألفاظ المشهورة على كتب الأصول العام والخاص المطلق المقيد وبهذه الطريقة كل واحد منها يجعل الأمثل من المواد النظامية القانونية في القضاء الصادر المملكة العبية السعودية ثم بعد ذلك يتكلم الذي بعده الطرق الحكمية وطرق الأحكام القضاء يسمىها العقلية وبدأ هنا يتكلم عن القياس والحاجة إليه وما يتعلق به والاستحسان والاستصحاب والقضايا ومصالح المرسلة لكن شوف يا ولدي عشان بس يبان للناس كلما يأتي إلى قضية من القضايا ويشرحها ويبينها لك يجعل تطبيق قضائي صح؟ تطبيقات والشرح كله على المواد القضائية المتعلقة بالقضاء ليكون هذا هو تعني لها غاية لأجلنا يكون بين يدي القضاء أصلا والمحامين وغيرهم مثل الوثيقة أو ما صح دستور يعالج لهم هذه القضية وهو تفسير النصول تفسيرا صحيحا لاعوجيه وكتاب من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله أزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر مصول لكم عزيزان مشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر